وإذا لديك بعض الوصفة وحب الجزر فأجي نحضر هذه الوصفة ستستغنى لك جيدة لا تنسوا لايكاتكم وتشجاعتكم وإذا كنتوا أول مرة تشاهدوني فنضموا الحساب بعنوال الحدقة ونبدأ على بركات الله تحتاج الطنجرة زيت تقريبا 1-4 كاس زيت نباتية 5 فصوص التوم معلقة كبيرة مطيشة الحك جوج المطيشات المحكوكين في حكاكة ملحة 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 خرقوم وقصبوريبس سوف نمزج هذه المكونات جيدة وهذه السر لعدس لتجمعون بناس تقليها جيدة هذه المطيشة تفقد الحموضة حاولت تقليها جيدة على نار متوسطة مع التحرك المستمر لتحرك لك لا يتحركوا نهائيا سوف نضيف العدس الكيمياء تبقى على حسب عدد افراد العائلة انا استعملت نص كيلو بعد اما تنقيهم من طبيعة الحال تغسلوهم جيدة ومن بعد ترقضوه في الماء واحد من الساعة عاد تديروه مع باقي المكونات وتحاولو انكم تمزجوه مع السلصة الطماطم لكي يتلبس ويشرب هذه السلصة الطماطم سوف نجيب الماء الذي يكون سخون يحتاج تقريبا لتر ونصف الماء نضيفه ونصد الكوكوت بصفارة ونجعله كيتيب حتى لعشرين دقيقة على حسب العدس بسرعة او لا نضيفه 20 دقيقة من بعد مباشرة نأخذ الحبة الجزر الحجم المتوسط لا تكون باركة كبيرة ونضيفه في الحكاكة الغليدة حاولو انكم تقطعوها تكون قطعة صغيرة بسرعة من بعد نرجع العدس تقريبا يكون طاب تماما نضيف هذه الحبة الجزر ونضيف أربع قصبور ونضيفه ونضيفه الحبة الجزر حاولو انكم تحكوها حسن من انكم تقطعوها بسرعة لان العدس نصفه سنجعلهم غير 11 دقائق لا نعود نصد الكوكوت بصفارة غير 11 دقائق بسرعة ضفت الملحة وزيت الزيتون وزيت الزيتون في المرحلة الأخيرة لا تضيفه لكي لا تحرق لكي تقلي خليت الكوكوت 11 دقائق حتى طبنا هذا الجزر ومن بعد نقدمه بهذا الشكل ضروري مع شفية زيت الزيتون وكتقدمه بصحة وراحة كي يجيل ديد بصفل واحد درجة لا تخيلوه اتمنى ان الفيديو دي اليوم يكون لإعجابكم والوصفة دي اليوم أيضا نالت إعجابكم جربوه ما غاليش ندمو عليه ما تنسون إشمال لايكاتكم واشجاعتكم وانضموا الحساب عنوان حدك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة